وهل اتحاد الكرة المصري عنده القدرة انه يتدخل في اختيار مين اللي يمثل الكرة السعودية في كبطر للكاس؟ يقدر يقول اتحاد جده اليومين دول بعافية نلعب النصر او نلعب اهل جده؟ يقدر؟ مش من حقه مش من حقه يتدخل في مين يمثل الاتحاد السعودي زي ما مش من حق الاتحاد المصري انه ينزلها قوي كده ويسلم نفسه مش من حقه لانه بمثل الاتحاد هو الاعرق بين كل الاتحادات العربية ونحن نتحدث عن الانجبار اتحاد الكرة المصري يا جماعة تأسس في العشرينات من القرن الماضي ارجوكوا اعرفوا قيمة التاريخ اعرفوا ان ده اتحاد عريق نشأ في جزور طويلة جدا وعنده تراث إداري وعنده قيمة كبيرة جدا في كرة القدم الافريقية قبل العربية كمان فما ينفعش يسلم نمرو او كده